ترجمة نانسي قنقر التعاون بين القطاعين العام والخاص هدف له تأثيرات كبيرة على الوضع الاقتصادي والاجتماعي في مملكة البحرين ويسهم بإيجاب في دعم الحركة التنموية من خلال توظيف المواطن البحريني في سوق العمل باعتباره الخيار الأول للتوظيف وجعل المواطن الخيار الأول اتسقت معه العديد من التوجهات والتسهيلات والمزايا التي تقدمها حكومة مملكة البحرين لشركات القطاع الخاص التي تقوم بتوظيف البحرينيين إن عملية التوظيف والتدريب ضمن خطة التعافي الاقتصادي استعرضها مجلس الوزراء في اجتماعه مؤخرا إذ أثنى المجلس على الشركات التي ساهمت في توظيف المواطنين ودورها في نجاح مبادرات التوظيف ضمن خطة التعافي الاقتصادي خلال الفترة من يناير لغاية مارس 2023 حيث أن مساهمة القطاع الخاص في خطة التعافي الاقتصادي تؤكد حقيقة الشراكة الفاعلة والمنافع المتبادلة لكافة أطراف العملية الاقتصادية المبادرات والبرامج التي تقوم بها وزارة العمل لتسريع وطيرة توظيف المواطنين وإدماجهم في سوق العمل تطورت بما يتماشى مع مرحلة التعافي الاقتصادي ومجهود وزارة العمل لا ينفصل عن الشركاء الرئيسيين مثل صندوق العمل تمكين والشركات والمؤسسات العاملة في القطاع الخاص من خلال التسهيلات المقدمة للقطاعات الانتاجية لتوفير تدريب مجاني للقوى العاملة ودعم اجور العمالة الوطنية وتكثيف ادماج المواطنين في المنشآت وكل ذلك تحقيقا للتطلعات المنشودة من قبل المواطنين لجعلهم الخيار الاول في التوظيف اشتركوا في القناة